اشتركوا في القناة وجودة الخدمات التي يقدمها المركز للمشتركين وخلال الزيارة اطلع الوزير حميدان على آليات تسجيل وتتبع طلبات المواطنين والمشتركين واحتياجاتهم الواردة للمركز من خلال مختلف قنوات الاتصال حيث يوفر المركز خدماته عبر خيارات الاتصال الهاتفي والآلي وخاصية المحادثة المباشرة من خلال الموقع الالكتروني للهيئة واستمع كذلك إلى ملاحظات الموظفين والمسؤولين في المركز حول نوعية الخدمات التي يطمحون أن تكون متوفرة بالمركز كما قال سعادة وزير شهون الكهرباء والماء إن الحرص على تطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمشتركين والارتقاء بها يأتي انطلاقا من توجيهات جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء التي تشدد كذلك على أهمية تلمس احتياجات المواطنين ومستوى ما يتم تقديمه من خدماتنا من خلال النزول إلى مواقع العمل مباشرة بهدف تعزيز ثقة في الخدمات الحكومية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر